الخير والاسيمنت التاني طبعا مش مطلوب منك الانتزام بأي حاجة غير اللو فدلتي لكن ليك حرية الابداع في اختيار الايكونات اللي في وكمان نوع الحركات اللي انت عايز تعملها سواء الانتقالات بين الصفحات او الانتقالات بين الايكونز نفسها لو عايز تنفذ نفس الشكل بتاعي اشتغل لو عايز تفتح الصندوق كماما وتعمل حاجة تانية بصفحة جديدة خالص برضو اشتغل المهم ان انت تطبق اللي احنا بنشرح مهمة جدا بالنسبة لي ان انت تطبق نوع الحركات اللي احنا عملناها بين الانتقالات وبين الصفحات والحركات اللي احنا عملناها للايكونات وتبتدي تستكشف الانيميشن والايزنج بتاعه وكل اللي موجود في التريجر ده كان بالنسبة للتاسك التاني وخلينا نروح للفيديو اللي بعده